اشتركوا في القناة ونشر اللاعب على حسابه بانستجرام مساء الجمعة صورة الى جانب العالم المغربي مرفوق بتعليق قال فيها تغيير في مسيرة بالتنس سيبدأ يوم فاتح يناير المقبل اللاعب للمغرب مصقط رأس والدي تمثيل هذا البلد في كاس ديفيز والالعاب الولمبية سيكون شرفا لك واعتبر إليوت انه توصل الى قناعة بضرورة الاقدام على هذه الخطوة مشيرا الى مقولة ألبرت انشتاين الشهيرة الجنون هو فعل الشيء نفسه مرارا وتكرارا وتوقع نتائج مختلفة ويحتل بنشتريت المركز الثاني والعشرين في تصنيف اللاعبين الفرنسيين ومائتين وثلاثة وعشرين في تصنيف العالمي لمحترفي تنس ويعتبر بلوغ الدورة الثاني من دورة رولونغاروس السنة الفارطة أفضل إنجاز للعب المزداد بمدينة نيس الفرنسية ضمن البطولات الكبرى اشتركوا في القناة